بعد سنوات من المفاوضات مع الأمم المتحدة ينجح الحوثيون بتسفير جرحهم إلى الخارج القرار المفترض تتشينه من يوم غد تكتنفه العديد من الملابسات الأمنية منها والسياسية وبحسب بيان لوزارة الصحة التابعة للميليشيا فإنها تفاجأت بخطاب وصلها السبت بإحداث تغييرات في ترتيبات الجسر الطبي وآليات نقل المرضى حيث أفادت بأن نظام النقل سيكون عبر طائرة أممية تتسع لعدد سبعة مرضى فقط مع مرافقيهم في الرحلة الواحدة بدلا من ثلاثين مريضا حسب الاتفاق السابق وهو الأمر الذي يخالف بشكل كلي المتطلبات الضرورية لحالات الإخلاء الطبي حد تعبير البيان الحوثيون كانوا قد تقدموا بكشوفات تحو ثلاثين ألف مريض بحاجة إلى السفر وهو أمر يبدو تبنيه صعبا على الأمم المتحدة التي حددت بداية ونهاية السفر خلال فبراير الحالي وبأعداد محدودة الحكومة لم تبدأ اعتراضا صريحا على فتح مطار صنعاء أمام نقل المرضى للخارج لكن التساؤلات تدور حاليا حول ضوابط وآليات اختيار منهم بحاجة فعلية للسفر والخوف من أن تستغل الميليشيا الأمر لإخراج بعض قادتها المحليين أو حتى من يعاونوهم من دول أخرى خصوصا أن هؤلاء يستخدمون جوازات يتم إصدارها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر